حاجات كلنا محتاجينها في رمضان. وطبعا دي هتبقى سلسلة جديدة. شبيهها لسلسلة المقاطعة لاني كمان الحليب المكاسكة في اللي انا بجيبه مقاطعة. فعملنا بقى سهل طريقة لاني باستخدمه في حلويات كتير. وبجد ما كنتش مسدى النتيجة الحلوة دي واسف طبعا انا هتأخيري الفيديو. بالمكونين اول حاجة هنجهز الكبة او الخلاط. نحط كوباية سكر تموين بودرة. بعد كده كوباية لبن جاموسة مجففة. وحطة زبدة صغيرة وبعد كده معلقة فانيليا. وربع كوباية مية سخرة. لغوز لغوز في الكبة وكل شوية نفتح نزودها مية لو محتاجة. وتحاول تنزل الاطراف بالشكل اللي احنا شايفينه. بعد كده نرع لاخواتنا. وطبعا ده قوامه اول لما بيخلص وكمان بيتقل عن كده بكتير.